ترجمة نانسي قنقر حصلوا عليه البحارة من انتهكات من متمثل في مصادرة على سبيل مثال قواربهم أو التعامل وياهم بمعاملات حاطة للكرامة الإنسانية ومصادرة حقوقهم كذلك القانونية في المحاكم للأسف الشديد اللي احنا نقول عنها محاكم للأسف الشديد مجيرة وسياسية كل هذه الانتهاكات تخل بالاتفاقيات الدولية وكذلك تخل بحسن الجوار وعلاغات حسن الجوار اليوم احنا ما رصدناه من خلال أخواننا البحارة سواء كان ما جاء في توثيق اللي تم تسجيله في وزارة الداخلية بإدارة خفر السواحل بحصر الانتهاكات التي حصلوا عليها أو أن نالوها من الجانب القطري هذا بجانب الخسائر الاقتصادية التي للأسف الشديد مورس عليهم من قبل السلطات القطرية اليوم احنا كمنظمات مجتمع مدني كذلك نعمل على حصر وتوثيق مثل هذه الانتهاكات لضمان حقوق أخواننا البحارة